يا مرحبا كيفكم صبايا شو أخباركم شاء الله تكونوا بخير أهلا وسهلا فيكم كي المتابعين الاجتادين ينضموا لقناة جديد عنجد بتشكركم كتير من كل قلبي على التعليقات الحلوة اللي قلقتولي عليها على الفيديو القديم اللي أنا نزلته عنجد كتير كتير بفرح وقت شوف تعليقاتكم بس تعرفوا شو يعريتك تقولي كل حدا بدو يعلك يكتب لي شو اسمه ومن وين هو من وين من أي بلد عمي تعبعني أنا بدي يصير كل فيديو بدي آخر الفيديو بدي يصير أقرأ أول ثلاث أسماء من المتابعين هون صبايا عم بعمل كنت لزانيا بدي لكم على طريقة أنا كتير 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 مرتاحة هلأ فيها صلي اسبوع عم بتتبع هذا النظام كتير كتير مرتاحة ونفسيتي كتير مرتاحة حابق لكم يا للعالم يلي ما بيعملوا يعني ممكن في عالم بتعمل هاي الطريقة ممكن في عالم لا ما بتتبع هذا النظام يعني لأنا إلي شاف فيديوهات القديمة إنه أنا لقلت لكم إنه أنا بحب أعمل نظام لحياتي إنه أنا ما أتعذب يعني بالشغل بالبيت فبحب نظم وقتي ونظم شغلي شغلي البيت ورتب أموري بحيس إنه أنا ما أتعب ولا إنزعج ولا هيك توتر ونفسيتي تكون مرتاحة شفتوا وقت إنه أنا بساوي البيت لكم إنه أنا بساوي البيت نظمة لوقت إنه أنا ساوي يوم مسح غبرة يوم الأرض تاني يوم الأرض تاني يوم التواليتات تاني يوم بعدين البلكون فهذا الشي إنه بريحني بس صفة شغلة واحدة اللي هي بتوترني دائما وأكيد أنتو بتوتركم اللي هي الطبخ إنه كل يوم تفيقي على نفس القصة تقولي يا الله شو بدي أطبخ اليوم يا الله شو بدي شو بنا نتغدى وهذا الشي على فكرة بيعملك توتر وعصبية أنت ما بتحسي على حالك إنه أنت اليوم ليش معصبة من هي القصة على فكرة الطبخ هلا شوفوا أنا صلي أسبوعا بتتبع هذا النظام كتير كتير مرتاحة وعن جد أنتو ساووا لأنه عن جد تفرق معكم هلا أنا كنت من الأول من زمان شو أعمل خلاص في الصباح أفطر أشرب قهوة أفطر وبقى على الساعة 12 وحدة بلش إني أنا فكر شو بدي أطبخ اليوم شو بدي أطبخ أجي فكر بهاي الأكلة وليه ما عندي هذا الغرض قول يلا حساوي الأكلة ييه كمان هادا هي البهارات ناقصتني هي مدر شو هيك بصير فا وصير الساعة الثلاثة إنه أنا ما عم بعرف شو أطبخ شو ساوي إنه ما عم بعرف بيجي مثلا ابنك اللي عندك بيقول لك ماما بيجي بيحكي له كلمة وانتي عم تفكري شو بدك تطبخي وما عم تعرف شو تطبخي وما عندك غراض هالطبخة فأنتي متوترة ومعاصبة فتجي بتفشي خلقك بإبنك الصراحة أنا هيك بصير معي بس هلا من أسبوع عم بتبع هادا النظام عن جد كتير زريف إني أنا جبت ورقة هلا نحنا العطلة عنا يوم السبت والأحد فبلشت من يوم التنين يوم التنين شو بدي أساوي أكل هادا جبت ورقة كتبت من يوم التنين إنه شو بدي أعمل أكل كتبت يوم التنين شو بدي أعمل أكل أنا كتبت يوم التنين بدي أعمل هي شوفوا هون بصورتلكم على البراد بس لا تعيبوا على خطي لا تعيبوا على خطي لأنه كتبت هيك عم يقدن المغرب هلا بس يخلص أدان بكمل فيديو أي صبايا خلص أدان فهون هي كتب أنا فعن جد لا تعيبوا على خطي لأنه أنا من وقت كنت بالمدرسة لأنه دائما تكتب لي ممتاز بس لازم تحسني خطي برابو لازم تحسني خطي وما بيطلع بيدي للصراحة ما بيطلع بيدي كمان وقت كتب المدرسة كان خطي أحلى بكتير هلا خطي كتير من فشكل خاصة هيك على السرعة فشوفوا هون شو كتب بلشت من يوم الثانين لأنه أنا سبتوا أحد عطلي عند زوجي فالأحد وسبت أنه بروح بجيبوا الغراض تبع هذا الأسبوع فبلشت يوم الثانين كتب جاج وبطاطا بالفرن مع صلصة كل سلو تمام هاي يوم الثانين يوم الثلاثة كتب مفركة بكوسة مع صلطة سربت قطعة نزل الثانين يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني يوم الثاني زيت لا لحمة ولا الجوج وشان نصير هيك في تنويع بالأكل والجسم ياخد كل شيء بعدين بعد مفركة بكوسة امضي يوم الأربعة لازانيا يعني هاي هاي الأكلة اللي هلأ أنا مطبخها لأجمكم كانت يوم الأربعة لازاني الثاني يوم فرقة ببطاطا بس وقت أنا ساويت اللازاني هلا يلي هلأ أنتو هتشوفوها زادت الأكلة أنا عملت جاة واحد زاد نص الجاة لتاني يوم فأنا ما طبختت تاني يوم أكلنا هذا سخنته بالميكرويف وأكلنا عرفتو بس لو إنه ما زاد لو إنه أكلنا هذا الرجاض كله خلص أنا عرفاني إنه أنا تاني يوم بدي أطبخها الأكلة فشو صرت أعمالي مثل ما شايفين أكلت جاج بعدين أكلت زيت أكلت لحمة بعدين أكلت زيت بعدين تاني شوفوا بعدين أكلت جريسبي يعني جاج بعدين تشيكوفتا إن شاء الله بدي أكلت تركية مع شورة بتفطر هيك كاتبة بعدين يعني هيت شي كوفتا ما فيها لحمة برغول وهيك إنه قبل بيوم كنا أكلين جاج تاني يوم ناكل أكلت هيك ما فيه لحمة ما فيه جاج هيك أكلة بسيطة يعني إن شاء عمقلكم جسمنا ياخد كل يعني كل اللازم نوع بالأكل واللي بعده كباب هندي إنه لحمة فهيك عملت هي الطريقة وعنجت صدايا ما بتسدو قدير تاحت نفسيتي عنجد اللي صار إنه نجبنا كل الغراض اللي أنا بدي يهن هادا الأسبوع خلص يوم التانين مساء فروجوا بطاطا بالفرن أنا طلعت الفخاد من التلاجة بتلجين لأن طلعتم من التلاجة من قبل ما أنام قبل بيوم المساء طلعتم حطيتم بالبرات تحت ليدو بالتلج عنهم وخلص أول ما فقت الصبح ساويت قهوة شربت قهوة بقى خلصت هي شو بدي هي الأكلة جعج وبطاطا بالفرن شو بدي وهي السلطة السلطة تبع كولسلو هي يخنة وجزر فقعدت قطعهم أنه شربت قهوة يعني يعني مثلا ساوي شغلة وهذا وقطع بطاطا خط على الجنب بعدين قطعت اليخناء خط على الجنب بعدين رد هيك ضبضي بالبيت رد أعمل قطع شي لهي الأكلة فوصلت للساعة 12 الأكلة جاهزة ما في شي يعني تببلت الجاج قطعت كل شي الأكلة جاهزة على الساعة 12 على الساعة 12 قبل ما يقدين الظهر كنت أنا هي الأكلة كانت جاهزة ورحت عند أختي ورحت لعند أختي عد عندها ساعتين وشربت قهوة عندها ونسكافي واضحكنا ومبسطنا وأنا مرتاحة راجع على البيت عندي الطبخة جاهزة بس بقيان اني حطها بالصينية وحطها بالفرن تمام فعن جد راحة نفسية بينما لو أنا ما عملت هذا النظام أنا بدي وصل للساعة تنتر الظهر وأنا ما بعرف شو بدي ساوي أكل وغراضة ما عندي عرفتوا فهي طريقة كتير 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 حبيتها عن جد تبعوها تبعوها والله نصيحة تبعوها شوفوا قديش بكون تتغير نفسيتكم أنه انتوا بتعرفوا أنه اليوم شو هتطبخوا ومثلا أحيانا بكون جاي بغراض بس مثلا بنادورا خلصوا من عندي نحنا يوم مثلا يوم الأحد أنا جبت كل الغراض بس أنه البنادورا وصلت ليوم الجماعة البنادورا ما عندي خلاص زوجي بالشغل وقت بدي يجي على الشغل بتتصل فيه أنا بعرف تطلع هيك وقت بفتح بدي يجي افتح البراد بتطلع هيك بقول يه هذا اليوم بكرة بدي ساويت شي كفتة بنادورا وما عندي بنادورا خلاص بتتصل بزوجي بقول له جب لي بنادورا معاك خلاص جب لي الأكل المكونات كلهم جاهزين عندي إلا شغلة واحدة ما عندي خلاص بتتصل بزوجي بقول له جب لي معاك بنادورا عن جد عن جد تبعوها هي الشغلة يعني كتير ممتازة والله لو أنا ماري مبسوطة وهيك مرتاحة عجد ما بقلكم جربوها أسبوع مع فكرة هي أول أسبوع أنا بعمل وهيك جربتها هلأ عم جربها يعني هلأ صار لي إنهم كزا يوم يعني مجربتها وكتير مرتاحة وبد يضل أني استمر على هالشغلة وهي الورقة اللي هلأ رجتكم ياها على البراد معلقت مالح كبال حضل محتفظة فيها لأنه كتير أحيانا بتجي أنت بتقولي بتجي مثلا بتكتكتبي كمان تساعدك بيصير عندك بيكون عندك يعني اقتراحات لأكل لأنه كتير بشوف على الفيسبوك بنات يا صبايا نحن محترن شو بنساوي أكل يا ريت تذكرون بشي أكل فهي إنه كل ما بتعملي ورقة وشو كده بتعليها هي أكل تحتفظ فيها مشاو تساوي الأسبوع الثاني تجي تعملي ليستة تانية بتطلعي ليستة ساعدك هذا الموضوع فكتير كتير عن جد ظريفة هون مثل ما لكم شايفين أنا لح أعمل لزانيا وين وصلنا بالأكل مثل ما شايفين بعد ما سلقت هاي الماكرونة هاي الشرائح يعني أنا مرة عملت لكم في عندي فيديوز من قبل يعني بهاي الشرائح تبع لزانيا أحيانا بعمل بهاي وأحيانا بعمل وهي الماكرونة اللي شايفينها كتير هذا طيبة كمان نفس الطعمة فأحيانا بهاي فبعد ما سلقت الماكرونة فبقيمة أنا ما بتكون الماكرونة هيك كتير مستوية بشيلة هيك تكون يعني شوي عم تقرد لأنه هلأ وقت تحطيها بالفرن بد بالبشاميل والسلصة بد ترت كمان تستوي فبقيمة شوي مال عرفتو يعني شوي عم تقرد وبعدين عملت الصلصة هي اللي بتنحط على اللحمة يعني اللي بتنحط على الماكرونة قطعت بصل ناعي وحطيت شوي زيت بالمقلاية وقليت البصلة وشوي ضعبت البصلة حطيت اللحمة النعمة حطيت لها ملح وفلفل ومربب بنادورة 3 كرمعالي وخطيت لها مي وملح وفلفل مثل ما قلت لكم وهذا وبرشت الجبنة جبنة اشقواني يعني بعد ما استويت الماكرونة صفيت بالشاط للصراحة ما لاحقلكم اكزب عليكم انه دائما دائما هيك بعمله بصفة وقالي ما رأي ان هي لا بس احيانا بكون هيك جعبالي صوف احيانا ما يكون جعبالي لا طبخ لشينا بس هيك الله بحط هاي سلسطة اللحمة وعملت البشاميل البشاميل تعرفوا من زمان كتاعمل البشاميل حط طحين وقالي قالي الطحين هيك اول شي يعني هيك قليل الزبدة حمصه وبعدين حط الحليب فوقه فشو يصير كابتل معي هذا الطحين وكتير اضايق وعصيب فتبعت هاي الطريقة اني حط الحليب حطيت علبة حليب وحطيت اربع معالق طحين وملح وبعدين صرت خفقون هيك بها الخفاء لحتى دابل الطحين يعني كله عالبارد بعدين بحطوا عالغاز وبعدين بحطوا عالغاز وضل حرك فيه هيك لحتى مطلعوا اللجمين وهذا بس يعني هيك غليق شوي بحط له زبدة معلقة زبدة وهي وكت طبقة بشاميل فوق اللحمة وبحط جبنة طبقة جبنة اشقوان وبعدين كمان بحط طبقة ماكرونة كمان هيك بصفة بس انتو اذا ما لكم خلق بحطوا الماكرونة هيك حطوها عادي يعني انا هيك كان جعل باللي اني صف بس انا بالعادي ما بصف وهذا وجبني اشقوان على وش ردي حطيت وحطيت بالفرن باركولي الفرن تبعي الفرن واخيرا صلح لي عن جد غير شكل يعني داك كتير صغير فهذا عن جد ظريف يعني هذا بسوي يعني المهم حطيتها بالفرن وبعدين البتوغاز شفتوا قديش تشنن وهي بخيته بالبخاخ تبع مزيل الدهون وجلات الجليات اخر شي وبعدين اه رديت مسحت البتوغاز مسحت الغاز كله يعطو كانت هي شو اسمها البشم اللزانيا كانت جاهزة متل ما شايفين شكلها كتير كتير بشحي عن جد كتير طيبة يعني عن جد سهلة وقت عن جد وقت بتكون وقبل بيوم عرفاني انه اليوم بتكم تساوي اللزانيا ما بد اش هي لأكل هيك دغري طبيقية هيك على الساعة ثلاثة كنت مجهزة لأكل وأكل وامنا على الساعة ربعة كنت خالصة أكل خالصة كل شي لبيت نظيف جالية قاعدة وملادي مبسوطين يعني عن جد كتير بنصحكم نجربوا هاي الطريقة أو يلي بيجربها وبيستفيد يكتب لي تعليق ويقلي وهون قطعت لكم قطع عليكم شو طيبة ياريتكم جنبي لحتى كنت دوتكم ياهو فهي هي هاي هي أكلتنا لليوم بتمنى يكون عجبكم الفيديو إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لاك تشتركوا بالقناة وسلام